اعقد رئيس المجلس الأعلى للصحة معالي فريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة صباح اليوم اجتماعا بمشاركة من العميد عبدالله بن خليفة الجيران نائب محافظ محافظة المحرق والنائب الدكتور هشام العشيري عضو مجلس النواب وأعضاء مجلس أمناء مراكز الرعاية الصحية الأولية وعدد من المسؤولين في القطاع الصحي وذلك بشأن قرب التطبيق التجريبي لمشروع التسيير الذاتي لمراكز الرعاية الصحية الأولية في منطقة المحرق وفي مستهل الاجتماع أكد معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة أن قطاع الرعاية الصحية في المملكة يشهد تطورا مستمرا بفضل الدعم لا محدود من جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه والسمو للعهد رئيس مجلس الوزراء وقد استعرض معالي مشروع التطبيق التدريجي في مشروع التسيير الذاتي لمراكز الرعاية الصحية الأولية والذي سيطبق في المرحلة الأولى بصورة تجريبية في محافظة المحرق ثم يعمم تباعا على جميع محافظات المملكة وأشار معالي إلى التقدم المحرز في تنفيذ برنامج الضمان الصحي الوطني والذي يهدف إلى تحقيق التقطية الصحية الشاملة وتعزيز الجودة والتنفسية في تقديم الخدمات الصحية بما يلبي تطلعات المستفيدين وقدم عليها أن مشروع التسيير الذاتي يأتي متوافقا مع برنامج عمل الحكومة ورؤية 2030 وتنفيذ المبادرات الوطنية الرامية لمؤصلة تحسين جودة الخدمات الصحية واستدامتها بجودة عالية وفق مبادئ العدالة والتنفسية والاستدامة نظام الضمان الصحي في البحرين يحقق اليوم تطور كبير في الخدمات الصحية في البحرين وهو قائم على أساس نظرة 2030 للبحرين والأهم ما جاء فيه هو أن النظام الصحي في البحرين سيكون نظام صحي جيد مستدام فيه تنافسية وللمريض الحق في اختيار مقدم الخدمة هذا أهم ما جاء في 2030 والحقيقة كل هذه الأشياء الأساسية وهي هدف ضمان الصحي نشتغل عليها وبذلك تطلعنا في مسألة وجود شفا اللي هو عبارة عن صندوق لتقديم التأمين الصحي للبحرينيين والخطوة الثانية اللي لابد منها هو أن المستشفيات تتحول إلى التسيير الذاتي من أهداف مشروع التسيير الذاتي لمراكز الرعاية الصحية الأولية وتحويلها لإدارة ذاتية مما يحسن جودة الأداء وينعكس على رضا المستفيد من الخدمات الصحية بالإضافة إلى رضا مقدمي الخدمات الصحية وذلك من خلال عدة برامج منها برامج تضمن استدامة الخدمات الصحية والاستمرارية في تقديم الرعاية الصحية بنهج مختلفة بعضها مبتكرة وبعضها تسهل الوصول للخدمات الصحية بشكل متساوي وبعدالة وبنظام يضمن تحسين جودة الأداء بما يضمن الوصول إلى المعايير المعتمدة ترجمة نانسي قنقر